نصف نهاء الكونفدرالية الافريقية شبيه جدا بنصف نهاء بطول الدوري ابطال افريقيا عام 2005 هرجع معاكو بالذاكرة للبطولة دي اللي كان فيها المربع الزهبي بيضم 3 فرق من الموجدين السنة دي في نصف نهاء الكونفدرالية الاهلي، الزمالك، والنجم الساحلي اطراف سابتة في البطولتين في 2005 صعد من نصف النهائي الاهلي على حساب الزمالك بالفوز زهابا وقيابا والنجم الساحلي برضو بالفوز زهاب وقياب على الرجاء البيضاوي المغربي دي كانت مقدمة برد بها احداث مش بعيدة بالواقع اللي احنا عايشينه السنة دي اصفر دول المجموعات عن مباراتين قويتين لكن انا من وجهة نظري مباراة الزمالك هي الاقوى مباراة الاهلي وارلاندو اقل قوة نوعا ما لكنها من السهلة تماما ارلاندو الجنوب افريقي الناس ما تعرفش انه متعثر في الدول المحلي وبيعيش سلسلة قاسية جدا من التعدلات المتتالية بالاضافة الى الاداء الهزيل اللي ظهر عليه امام الزمالك في الجولة الاخيرة في دور المجموعات والخصالة بربعين اما الاهلي مفيش قدامه غير انه يحقق لقب البطولة علشان ينقذ الموسم بلقب كبير بغض النظر عن لقب السوبر المصري اللي هيكون طرف فيه عودة حسام غالي مهمة جدا لقيادة نص ملعب الاهلي كمان الاهلي لازم ياخد باله من سرعة الفريق الجنوب افريقي العالية جدا ومهارة لعابته الفردية وتحركهم من غير كورة في ظهر مدفعين خصوصا ان ادفع الاهلي بطيء جدا تاني نقطة لازم على الاهلي في حالة الهجوم مايندفعش بطريقة عشوائية لتفادي الهجمات المرتدة السريعة واللي هتشكل دايما خطورة على اكرامه اما المباراة التانية اللي هتكون بين الزمالك والنجم مباراة بين فريقين منتعشين محليا بفوز كل فريق بالكأس في بلده بالاضافة انها درب بمصر تونسي معتاد دايما خارج اي توقعات مباراة سوسا هي مفتاح التأهل للفريقين من وجهة نظر المتعدع لان الفرق التونسية في حالة الفوز ذهابا صعب جدا تخسر في الايان وانا من متابعات التاريخية للفرق التونسية بشوف انها بتتقلق لما بتلعب الزهاب على ارضها برضو لازم نتكلم عن دهية اسمها فوز البنزردي المدرب دا تقريبا درب معظم الفرق الكبيرة في تونس وحقق بها نتائج ايجابية وبرضو لازم نتكلم عن مهاجم الفريق الخطير جدا الجزائري بنجاح اللي هيكون هو مصدر الازعاج الاول اما نقطة قوة الفريق التونسي فهي الكرات السبتة ثم الكرات السبتة ثم الكرات السبتة الزمالك لازم عليه اولا الابتعاد عن ارتكاب الاخطاء حوالي منطقة الجزائري ثانيا المحافظة على الهدوء والتمريرات اللي على الارض والضغط على المنافس زي اللي حصل في مباراة الاهل تماما ثالثا عدم التكهكر من لعب نص الملعب والمدافعين لاخر الملعب ده هيحط الفريق في مشكلة ضغط تونسي طوال 90 دقيقة واللي اكيد هيسبب احراز اهداف او على الاقل هيجيبه ركنيات كتيرة وضربات سبتة اللي هي زي ما قلت مصدر الخطورة الاساسي نقطة اخيرة الزمالك هيواجه صغرة دفاعية من الناحية اليمين خصوصا بعد انضمام توفيق للمنتخب العسكري فلازم المدرب يعطي تعليمات بنزول احد الاجناحة اللي قدام تغطي المكان دمع حزم امام او عمر جابر فهل يتكرر نهاية 2005 بين الاهل والنجم ولا الزمالك هيقول ان ارجعت للمنافسة على القابل القرية من تاني ولا اورلاندو هيقلب الطاولة على الجميع ترجمة نانسي قنقر